موسيقى بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يسأل بعضنا سؤال شهير جدا نحب نتأمل فيه مع بعض النهاردة وهو ليه اختار السيد المسيح يهوزة وسط تلاميذه رغم معرفته انه هيخونه علشان نجاوب على السؤال ده خلينا نشوف من الكتاب المقدس كلمة ربنا بتكلمنا وبتفهمنا ايه في الموضوع ده اولا السيد المسيح كان يعرف يهوزة زي ما الكل عارف مية في المية من البداية من قبل البداية كان السيد المسيح يعرف ان يهوزة سيسلمه وسيخونه في يوم من الايام تعالوا نشوف بعض الشواهد بس في انجيل معلمنا يحنى الأصاح السادس الأصاح الشهير عن سر الأفخارستية يقول كده السيد المسيح في آية 64 ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء عالمه من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه يحنى ستة 64 وبعدين في آخر الأصحاح أما بطرس قال له إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي آية 70 أجابهم يسوع أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان قال عن يهوز سمعان الإسخريوتي لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثني عشر كلام واضح طبعا وقتها كان لسه الحكاية التسليم والخيانة ما كانتش واضحة وكانت ظهرة في تصرفات يهوزة غير أنه هو كان يعني مش أمين في السندوق إنجيل معلمنا يحنى أصح 13 يقول كده السيد المسيح أما السيد المسيح أخذ المنشفة واقتذر بها وجلس على الأرض وبيغسل أرجل التلاميذ وبطرس الرسول رفض في الأول والسيد المسيح قال له أنت مش فاهم أنت لاست تعلم من آل ما أنا أصنع لكن ستفهم في ببعد وإن ما غسلت لك شرجليك ليس لك معي نصيب فرح بطرس الرسول وقال له طبعا يا سيدي مش رجليا بس ده أنا كلي بل يدي ورأسي قال له يسوع الذي اغتسل قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم وكان يهوز موجود لأنه عرفه مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرون في يحنى جيل معلمنا يحنى أصحاح 13 آية 10 11 في نفس الأصحاح بيقول كده السيد المسيح في آيات 16 و 17 و 18 الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم سيد المسيح هو اللي اخترهم واختر يهوز وسطيهم لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه طبعا في إشارة المزمور 49 أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون إني أنا هو وفصح 17 في الصلاة الشهيرة الجميلة بتاعة السيد المسيح كرئيس للكهنة للآب بيتكلم وبيطلب عن التلاميذ وقال كده في آية 12 حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب تاني في إشارة المزمور اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده فواضح من الكلام أنه خيانة يهوزة لم تكن بعيدة أو مخفية عن نظر السيد المسيح حتى وهو كان يختاره بين الاثنى عشر طب ليه اختاره هنا ياجي السؤال خلينا أقول لحضرتكم مثال لو حضرتكم فيه أب وتولد له ابن وعرف الأب بطريقة ما أن هذا الابن لما يكبر هيكون مصدر صداعة وكثير من المتاعب سيجلبها هذا الابن على أبوه هل تفتكروا أن الأب ممكن يتبرى من ابنه وهو بعد وليد ويحط عليه يفطه ابن للبيع الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا أن السيد قال عن نفسه أني لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون من هنا نقدر نفهم أن السيد الرب فتح الباب ليهوزة يهوزة لم يدخل إلى تمام الخلاص مشكلته السيد المسيح اختار يهوزة لأن كان عنده أمور جيدة في ذلك الوقت في بداياته قد يكون من الإيمان قد يكون أيضا استعداد قلبي لتبعية المسيح والسير وراه وقد كان وتبعه أكثر إلى قبل الآخر بحاجة بسيطة ثلاث سنين والكم شهر فالله اختاره على ما كان وضعه لا على ما كان سيكون عليه وأيضا اختار السيد المسيح يهوزة برغم علمه بخيانته المقبلة أو المستقبلية حتى ما يعطيه فرصة كاملة كما أعطاها لكل الرسل ويكون ليس له أي عذر وأيضا اختار السيد المسيح يهوزة برغم علمه بخيانته عشان يوصل لنا رسالة أنه وجود شخص مثل يهوزة وسط التلاميذ والسيد المسيح لم يكشف سره ولم يفضح ستره حتى النهاية حتى ما يدرك الكل أن هناك ليس فقط بين المخدومين بل أيضا حتى بين الخدام من هم زوان والله يترك الحنطة والزوان إلى النهاية أيضا اختار السيد الرب يهوزة ليكون بين تلاميذ برغم معرفته بخيانته المستقبلية لأن الله يقدس إرادة الإنسان والله يعرض الطريق على الإنسان ولا يلزمه بالتوبة فإن تاب الإنسان جاء هذا لخيره وبناءه ونفعه ولكن إن لم يتب الإنسان يحول السيد الرب شرهم لبنيان الكنيسة وقد كان اختار عن خطية أحد السحر سيمون الساحر الذي أراد أن يقتني موهبة الله بدراهم وقال له بطرس الرسول لتكن فدتك معك إلى الهلاة وهو أيضا في اختيار سيد المسيح ليهوز برغم معرفته بخيانته له المستقبلية أنه درس لنا كيف نتعامل مع المخالفين لنا والذين نعرف أنهم يدمرون لنا شرا كيف أعطاه السيد المسيح حب وكيف أن السيد المسيح لم يفضحه وكيف أن السيد المسيح حذره أكثر من مرة أنه يعرف خطته وأنه أن يريده أن يرجع وحتى عندما جاء إلى السيد المسيح في بستانجا السيمان ليسلم المسيح بقبلة الخيانة قال له السيد المسيح لماذا يا صاحب لم يعطه الوصف الذي يعبر عن هذه الخيانة كيف الذي أكل خمز رفع علي عقبه لم يقل له أي توصيف أو وصف لهذا العمل لكن قال له يا صاحب حتى ما يعلمنا كيف نتعامل مع المخالفين ومع الأناس الذين هم يعلنون أنفسهم أعداء لنا وينصبون أنفسهم قضاة علينا لكن علمنا أن نتعامل معهم بسعة صدر ونقبلهم ونحبهم لعل الله يتكلم بالسلام في قلبهم ويرجع إلى رجدهم فيرجع إلى أبيهم السماوي لك كل مجد يا رب على محبتك لكل مجد على طول أناتك على حكمتك اللي احنا يجب أن نتعلم منها ونكون صورة ليها وسط الناس لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين اشتركوا في القناة